هاخد حضرتك يا أستاذ جمال للمبارات الأهلي والمديامة مش هكلم فيها فنان ولكن تعيين تقم تحكيم جابوني غير مصنف في مباراة لا يوجد بها فار وخلاص احنا عارفين ان دول المجموعات لا يوجد به فار وبالتالي حكم غير مصنف لا يوجد فار اعتقد ان ده يهدى لاستقرار المباراة طبعا وعلى فكرة هو من حيث المبدأ ما ينفعش في العصر اللي احنا فيه بعد ما حكام العالم كلهم يتعودوا على الفار صحيح خلاص ما بقاش مقبول انه يتلعب مباريات من غير الفار ليه لانه النهاردة الحكم مشاعره حتى الداخلية وهو بيدير المباراة مستني مراجعة يعني بقى متعود خلاص على انه في وسيلة او طريقة مساعدة مساعدة يعني ازاي بقى احنا بنشتغل دي من حيث المبدأ مرحب ثانيا في مباريات دوري ابطال افريقيا امتى هتجيب حكام على المستوى المصنفين يعني يعني هتجيبهم فين اذا كانت هي دي البطولة الاساسية بتاعتك رقم واحد واخبار حضرتك ازاي مثل هذه المباريات ما يبقاش الحكام بيتم انتقاءهم على اعلى مستوى عشان ما فيش اي من الفرق تدفع تمن خطأ ما انت بتوفر يعني هو الهدف ايه من اختيار الافضل ليس خوف من جانب الاهلي ولكن هو حرص وقد ده ما اطالب بتحقيق الحكام لا بالضبط بالضبط هو حرص هو حرص من الاهلي دايما على انه يبقى فيه كل العوامل المساعدة على وجود العدالة في المباريات موجودة عشان كده احنا بنتكلم كمان على نقطة الفار زي ما قلنا انه خلاص الحكام النهاردة يعني ما بقوش يشتغلوا يعني متوقعين المساعدة استغلال هذا العنصر المساعد ليهم اصبح نقطة مهمة جدا اصبح نقطة مهمة نقطة اساسية طبعا يعني بصراحة اصبحت لا غنى عنها